السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هالنهار شاء الله نقدموه للموضوع بناء على طلبكم وهو واحد سيد تصل بي في كومنتر و قال لي بي ليرا عندو البرغوت في الارانيب دياله انا جاوبته و اعطيته الحل و قلت انني عندي لكم الفيديو باش نوضح الامر بالنسبة لهذا الموضوع انه كيقول هالسيد باللي ان البرغوت كين عندو في الارانيب دياله في الحقيقة الارانيب مكيجيهمش البرغوت تماما ما كينش كلمة برغوت في الارانيب كين ان امراض يجيهم بزاف كين يعني نبحث فضل فضل القضية هالي انا ما عنديش هذا المشكل هادا و سولت الناس اللي عندو ديالا يب هادا الموضوع انه كواش الارانيب كيجيهم البرغوت المشكل فين كيكون كيكون ماشي في الارانيب ولكن اما عند هاد سيد اللي عندو البرغوت اللي وصل حتى الارانيب رها مشكل انه البرغوت خيب من كيجي الحيوانات البرغوت الاساس دياله كيكون فين كيكون في القطعة و الكلاب اعزكم الله و كيفش كيجي كيجي من الفضلات ديالهم الفضلات ديالهم يلمشي تابقوا كيتمرغدوا في الفضلات ديالهم عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوت اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوت اما في الارانيب ديالنا او في الحيوانات ديالناس ما هو الحل الحل وهو كالتالي اذا الحل هو كاين ثلاثة ديال العناصر كاين الماء يكون واحد سطل ديال الماء و كاين العنصر اذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل مشي من لابد ما تكون هذا العالمة تجارية و انما اي علامة تجارية المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين هذا هو العنصر الثاني و العنصر الثالث هو كيما كتشوفوا معايا الرماد الرماد وهو من كيكون عندكم شي مجمرة بحال هذا و كتديروا فيه الفاخر و كتشويوا به كيبقى هذا الرماد هو ديال بحال هكا هذا الرماد هذا هو العنصر الاساسي لكيحييز هذا المشكل ديال البرغوت اذا الطريقة هي كالتالي اول حاجة كان نجيبو اسطل ديال الماء و يكون متناسب بحال هادة اسطل هادة انتم ممكن ما كنتشوفوا و كين ببتيد تديروا واحد الكمية ديال ببتيد تديروا واحد الكمية ديال ببتيد تديروا بها الطريقة ديال ببتيد تغلقي الرموجين ديالبتز كولثين انتوما انتوما راه دبا طارق هاد الكشكوشي هادي هاد الرغوة هادي راه مفيدة بززاف الثالث عنصر وهو الرماد هاد الرماد ضروري انكم تجيبوا هاد تفرسيت اللي كيكون فيه هكا تاخدوا واحد الكيمية هكا هدا كحفنة هكا وغادي نغط نديروها في السطل ديل الماء اذا بهذه الطريقة هادي نديرو هاد الكيمية لاحظو ان من اندلنا اسمو اسمو ده لقو واحد صوت يعني هاد الرماد راه عندو واحد مفعول ثم كما كتشوفو كيف تخلط ماء ديرا طارقة مجربة من عند الناس الاقدام هم اللي يعني انا سولت كين دوا دي البرغوة عادي كين دوا في الفرماسيان وتو فعل ولكن هاد طارقة هادي كانوا كيستعملوها للناس القدماء اكثرية في الجيش يعني اي حيوان مصاب بالبرغوة هاد طارقة هي الطارقة المطلقة يعني كتخلطوا هاد شيء هاد الخالط كله كيتخلط وما عليكم الا تجيبو الارنب ديالكم وكتغطصو في هاد المحلول هادا يعني غيكي كيتغطص هادك البرغوة كله مني كيشوف هاد المحلول هادا جاه كله يعني كيولي البرغوة كله كيبقف هاد في هاد المحلول كيبقف هاد المهادا ممكنش انه يلا تغطص الارنب هاد طارقة بحالها كأنه يطلع وبقي فيه البرغوة اتوالوا هاد المحلول هادا بحال ينقولوه واحد لاصيد لي كييدوو بهادك البرغوة ودك البرغوة كيبقف هاد الماء يعني هاد الماء حاولوا انكم تحفروا واحد الحفرة مثلا وتكبووه فيها لانه هادها وتبعدو عالدار ديالكم واشيد ديروه قريب لدار ديالكم لان هاد المحلول هادا كيبقى فيه هادك البرغوة يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم يعني ديروا واحد اللي قات اللي قات الطيب بيها ما غالينش بزاف شي كيدروا شي تلاس الدرهم ولا ركبوهم في اليد ديالكم ما كانش ديروا مثلا غي ميكا واحد ميكا تخشيو فيها اليدين ديالكم ومنين تغطسو الأرنب هاكا تحاولو تغطسوه كامل يعني سيبقى غي الرأس دياله لا 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 الأكسرية الأدوني دياله العينين هادو كحاولو ما تقربولو مش ولكن الأرنب كامل كيتغطس بأكماله في هاد المحلول هادا كيبقى وحد نقولو خمس دقائق ديروا واحد كرونو قدامكم وخليه واحد خمس دقائق منين تشوفوه صفي يعني دكش المكونات بدات كتخدم لان البرغوت غدي تشوفوه قدام عينيكم لانه غدي تلقاه وحد الحشرة طالعة فوق هاد المحلول هادا حاولو غي ما تقيسوش بيديكم انه غدي تلقاه فيه العنصر الرئيسي وهو العملية هو الرماد الرماد راي شي حاجة اللي مؤجزة في الحقيقة أنا تجربة دار علي وحد السيد قدام عيني بصح دارها فتجاج هو يعنيش راقبنا ان هاد البرغوت ما كيبقاش مكيبقاش بتاعا كان نظن ان الفكرة وصلتكم انها الثلاث العناصر هو ماء السطل مملؤ بالماء تيد نحن كان قوله تيد ولكنه في حقق مسحوق كيمة بغى يكون مسحوق إما قاعد جميع المصاحق كتدير واحد الكمية مسحوق للغسيل وهو عبارة عن قبرى كانت تديرو واحد الكيمياء شحال مكانت هذه الكيمياء غير مهم انها ترغوي بحال هذا الرغوة بحالها منين تترغوي حاولوا تديرو واحد الكيمياء ذي الرماد تخلطوا الخالي الكامل وتحطوا تغطسوا الأرنب أو الدجاج أو أي حيوان فيه أو مثلا الكلاب تديرو واحد البانيو كبير الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوت تخدم الخيطات كذلك المهم انه الوصفة مجربة الناس اللي عندهم برغوت ما يقشفهم البرغوت ان شاء الله هذا هو الدواء دياله يعني الوصفة مجربة الحلقة ديالنا راسالات تشاركوا معنا في القناة وتكيوا على زر الجيم باش تسندونا وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة